اتكلم طبعا عن الكابتن محمود الجهري الله يرحمه لا طبعا شخصية جميلة تعلمت منه حاجات كتير قوي يعني ما قدرش اقوله فعلا انا محظوظ اللي انا اشتغلت مع هذا الرجل وشفت وتعلمت يعني ايه حبك للمهنة واخراصك للمهنة وحياتك كلها لما شغل ما فيش هزار ما فيش حاجة تسيبها للظروف تمسك كل الامور في ايدك الادارية والفنية عشان كده دايما في مواقف كتير جدا 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 ببقى شايفها مصبقة عشان خاطر انا مريت بهزي التجربة وعرفت يعني ايه اخلاص العمل اللي احنا يعني ممكن يكون مفتقدينه حبك للمهنة واخلاصك للمهنة اللي انت ازاي تبقى حياتك كلها البيت طبعا وحياتك الخاصة دي حاجة وشغلك اول ما تنزل البيت انت راح الشغل غلاص تفضل دماغك تماما لاداء مهمتك على اعلى مستوى تفضل دماغك